عايزة أتوجه بشكر لكل الأطخم الطبية اللي تبرعت وراحت اشتغلت وأجرت عمليات جراحية لأهالينا في قطع غزة عمليات جراحية غاية في التعقيد أفلوا عيادتهم ودي أسامي كبار وخليني أخص بالذكر الدكتور أحمد عبدالعزيز الأستاذ الدكتور بطب الأصر العيني أفل عيادته وخد الفريق الطبي بتاعه وراح علشان ينقذ أهالينا هناك ويشتغل ويمكن أجروا حوالي تقريباً 21 أو 22 عملية جراحية غاية في التعقيد الناس دي الحقيقة بيدونا أمل كبير وبيدونا ضق في وسط طريق مظلم وقاتم صور النهاردة نستدولتها على مواقع التواصل الاجتماعي بنفتخر إن إحنا كمصريين بنمتلك هذه الطاقات من نور طاقات طبية عظام ربنا يبارك في أعمارهم لأنهم الحقيقة بيقدموا اللي إحنا بنبقى قاعدين قلوبنا بتتقطع على المصابين دول بيقدموا كل اللي إقداروا عليه وهنا أنا يعني كنائب صغير أو دكتور صغير أنا ما بتعلمش من الأستاذ الكبير أمثال أستاذ دكتور رحمد عبدالعزيز بس الطب أنا بتعلم منه الرسالة الإنسانية لهذه المهنة العظيمة الموضوع مش أنه أنا أقعد في عياتي الخاصة بس بشتغل لا أنا عندي واجب إنساني ووطني كبير بيحتم علي أني أكون موجود وتحمل هذه المسئولية الوطنية الطبية في هذا التوقيت الغاية في التعقيد أنا بشكر كل إيد اشتغلت في مستشفيات شمال سينة علشان تنقذ أهالينا في فلسطين قطر ألف خيركم ربنا يبارك في أعماركم ودايما الحقيقة لأطقم الطبية المصرية بتضرب أمثل يعني أروع الأمثلة لنا في كل يعني الأوقات الأزمات وده العهد للمصريين جميعا على جميع الأصعيدة الدولة المصرية بتبزل كل جهدها للمطالبة بوقف إطلاق النار إن شاء الله نشوف هذه اللحظات قريب ونتطمن على أهالينا في غدان